الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجازر أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الدعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضي والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية وأضف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود بقصر اتحادية أن القاهرة ستتولى أكتوبر المقبل مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي ليكون لها جهد بهذه النواية طيبة من أجل أمن واستقرار كل الدول الإفريقية ومن جانبه أكد الرئيس السومالي أن بلاده تعمل عمل عن كثب مع مصر على الدفع قدما بالعلاقات والروابط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية هذا وقد شهد الرئيسان مراسم توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وإنفاذ كامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين للتشاور والتنصيق حول أبرز التطورات في المنطقة وأكد عبد العاطي على ضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية أعلنت حركة حمس أنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقرر عدوها اليوم في قطر وأكدت الحركة أنها متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من يوليو معتبرة أن الذهاب لمفاوضات جديدة سيتيح للاحتلال فرض شروط جديدة وارتكاب المزيد من المجازل قالت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بن يمينة تنياهو متمسك بشرطين قبل انطلاق مفاوضات اليوم بشأن التواصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطين الذين يتمسك بهم ونتنياهو هما البقاء في محور فلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة هذا وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفدين إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات اليوم استشد شبان وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلة وسيدة إثر قصف طائرة مصيرة لتجمع الفلسطينيين في مخيم بلاطة شرق نابلس كما أصيب أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحام قوات الاحتلال المخيم والمنطقة الشرقية في نابلس أعلنت أوكرانيا أن لها تعتذم إقامة منطقة عازلة في الأراضي الروسية بعد تحقيق تقدم جيد في منطقة كورسيك الروسية الحدودية وقال الرئيس الأوكراني بلادامير زيلانيسكي أن الجيش يحقق مزيدا من التقدم مشيرا إلى أسر أكثر من مائة عسكري روسية ومن جانبه أكد الجيش الروسي أنه صد هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى تحقيق تقدم أكبر في عمق منطقة كورسيك قرب خمس بلدات أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس جودري القرود حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد الدولي للمرة الثانية خلال عامين وذلك عقب تفشي الوباء من الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إنه من الواضح أن الاستجابة الدولية المنصقة ضرورية لوقف حالات التفشي هذه وإنقاذ الأرواح ترجمة نانسي قنقر